بما أننا استهرضنا لقطات لكابتن شريف إكرامي عن سوبر سبتمبر ففي أحداث حالة صدت في سوبر الأسبوع الماضي استوقفت لجنة الاندباط وأصدرت بعض القرارات حابين طبعاً وطبعاً النادي اللي طلع بيان فحابين نركوا الدوق عليها سواء قرارات لجنة الاندباط أو بيان النادي الأهلي دي قرارات لجنة الاندباط زي ما حدثكم شايفين على الشاشة إقاف كل من محمود عبد المنعم كهرباء لعب الأهلي وإمام عشور لعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها مئة ألف جنيه إقاف محمود عبد الرازق شكبالا لعب الزمالك ثمان مباريات وغرامة مالية مئة ألف جنيه إقاف عبد الله جمعة لعب الزمالك ثلاث مباريات وغرامة خمسين ألف جنيه وإقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايق لعباية الأهلي مباراتين وغرامة خمسين ألف جنيه لكل منهما تغريم كل من النادي الأهلي ونادي الزمالك 100 ألف جنيه ومنع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه دي كانت قرارات لجنة الانضباط البعض كان له بعض الأراء أو بعض التحفظات على هذه القرارات وبعض الحيثيات لم تلقى قبول عند البعض وأعتقد النادي الأهلي أصدر بيان حابين برضا فارس نستعرض بعض الجوانب الرئاسية في بيان النادي الأهلي لأن الأمر زي ما حضرتك شايف أو زي ما أنت شايف فكرة كهرباء إيقاف لناية الموسم أو أمام عشور أي أن كان سواء لعب أهلي أو لعب زمالك موضوع كان عنده بعض الملاحظات بس عمد منهجية النادي الأهلي في مثل هذه القضايا هو أن النادي الأهلي بيقيم الموقف وما فيش فكرة الاعتراض لمجرد الاعتراض النادي الأهلي قد يكون في عقوبة ممكن أنت تعتقد أن اللعب أخضر ولكن إيه حيثيات العقوبة إيه ظروف العقوبة إيه ملابسات اتخاذها لأن النادي الأهلي ما بيبصش بالعين الخاصة بالموقف ده بس هو بيرى في نفسه أنه هو ممكن يصدر عنه رد فعل للعقوبات أو للقرارات قد تؤتي بعد كده مبرر أن أنت تقدر تفتح الباب كالتحاد كرة أنه ما يكونش عندك تفسير لبعض الأشياء وهنا البرنامج يا أحمد ده من أول من بداية الموسم يا فارس وإحنا دايما بنتكلم عن تفرق اللوايح والقوانيين مش وليد الصور واستعراض اللوايح يا جماعة وطالبنا بالواح أكثر حيث إحنا هنا فضلنا كل مرة نؤكد أن النادي الأهلي من خلال بعض المواقف ما عندوش الشيء الاسترشادي اللي يخلي ونبهنا يا أحمد أنها تحصل بعد كده أزمات حيكون السؤال فيها بتستند لإيه وبتتحرك إزاي وورينا قبل كده الناس بره بتتعامل إزاي النادي الأهلي في بيانه قال في بداية البيان رفض كل العقوبات الصادرة على لجنة الانضباط والأخلاق بالتحاد القافي حق لعيب الأهلي وعدم الاعتداد بها ليه أسباب الرفض؟ النادي الأهلي طبعا ما سبش القضية مبهمة وقال للأسباب التالية أولا عقوبات صدرت وفق لائحة لم يتم اختارنا بها ولا نعلم عنها شيئا رغم قيامنا بمخاطبة اتحاد الكرة ثلاث مرات لموافاتنا بنسخة منها ولم نتلقى أي رد علما بأن قيام اللجنة المؤقتة بتعديل اللائحة المعتمدة لم يكن بموافقة الجماعة الأممية هنا النادي الأهلي لما بيتكلم هو ينتظر منك رد لأن النادي الأهلي ما فيش حاجة اسمها أنا نشرت على الموقع وبتدخل على الساعة شفت صعوبة الوصول وأحيانا تتحط وأحيانا ما تكونش موجودة وكابتن شبير عمل دور في وأن هو عرض ده إزاي كان بيحصل فالنادي الأهلي بيتكلم كمان عن اعتماد اللوائح وشكلها التنظيمي اللي يخليها لها حيثيات معتمدة وده اللي غاب عن اللايحة الخاصة بالعقوبات ثانيا عقوبات غير عادلة وهناك ازدواجية في المعايير عند معاقبة البعض بل ولم ترضع من ارتكب الفعل الفاضح وهو ذات اللاعب الذي نال عقوبات سابقة عديدة لأمور معظمها مرتبطة بنفس الشأن اللي برضو حصلت فيه القرارات ثالثا تجاهلت لجنة الانضباط والأخلاق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم عندما قامت بتوقيع عقوبة انتقامية وكررت إيقاف أحد لعاب الأهلي وحرمان المشاركة في المباراة لنهاية الموسم دون إجراء تحقيق معه وأمر تم النص عليه في لوائح الفيفا فيما تم تفصيل عقوبة لمن ارتكب الفعل الفاضح وهو يستحق عقوبة أشد وفقا لللوائح بالضبط عندنا بعض البنود الأخرى يا أحمد ده السبب الأول اللي هو فكرة الرفض للقرارات وما ترتب عليه أنا استعرضه في زي ما هتشوفه على الشاشة برضو فكرة النادي اللي هيعمل إيه بقى تجاه رفضه للقرارات دي أول حاجة النادي الأهلي قال إن أنا هرسل شكوى للفيفا بيختصم فيها اتحاد كرة القدم أو اللجنة المؤقتة لأنها من وجهة نظر النادي الأهلي تخلت عن الحياد وهي في موقع المأسئولية النقطة الثانية إن النادي الأهلي يتخذ كل الأجراءات القانونية واللائحية وفقا للوائح لاتحاد الدولي لكرة القدم حضركم لو تلاحظوا كل كلمة النادي الأهلي بينطقى وفقا للوائح الفكرة كلها إنك تطبق اللوائح والنادي الأهلي أول نادها ينصع لتطبيق اللوائح واللائحة المعتمدة للاتحاد المصري والمساق الأولمبي أمام كل الجهات المعنية والتصعيد للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية كاس لإلغاء هذه القرارات التحفظ على سياسات وأداء اللجنة المؤقتة التي يدير اتحاد القرى والتي طالما لم تلتزم بتطبيق اللوائح والقوانين على الجميع وعدم التعاون معها الحين انتهاء فترة توليها المسؤولية خاصة بعد القرارات المتنقضة التي اتخذتها هذه اللجنة في الفترة الماضية والتي انحازت فيها للبعض على حساب الآخر الأمر الذي يعكس عدم وقفها على مسافة واحدة من الجميع إذن النادي الأهلي رفض العقوبة وبناءن عليه اتخذ بعض الإجراءات لأن في النهاية الفكرة كلها إن فيه زي ما قلنا إحنا محتاجين لجنة مؤقتة بتتكلم بشكل احترافي نتمنى قلنا من بداية البرنامج إن احنا النادي الأهلي تحديدا لو التزمت مع فكرة لوائح وقوانين هيكون أول نادي يساعدك على النجاح كلام ده قلناه في بداية تعيين اللجنة المؤقتة قلنا بس التزم بفكرة اللوائح والقوانين النادي الأهلي طالب مرارا وتكرارا بفكرة ابعته لنا اللوائح فكرة الاكتفاء بأنك تقول اللوائح على الموقع الاتحاد أو أشياء من هذا القبيل قلنا بتتعارض تماما مع فكرة الإدارة لمنظومة كرة القدم في مصر الأهم من كل ده إن اطلعت عقوبات كتير جدا ما كانش لها مسببات فكان النادي الأهلي بيطالب دايما بالمسببات وإن إزاي أنت هتعقبني وأنا هارضة بالعقوبة دي وإنت مش بتقولي أسبابها لوائحيا وعلى أي أساس هيتم تعامل في ما هو قادم مع العقوبات الأخرى أو التجاوزات الأخرى ده بيطالبه النادي الأهلي من أول المسلمة فالس ومع ذلك وصلنا للنقطة اللي كانت بتستدعي من اتحاد القرى سمع كلام العقل أنا مش أقول سمع كلام العقل طبعا لأن النادي الأهلي هو نادي تحت مظلة اتحاد القرى القدم ولكن سمع كلام العقل والمنطق واللواقح والقوانين اللي بتتطبق في أي منظومة رياضية في العالم قصة أحمد الناس في اتحاد القرى عندها مشكلة صغيرة وأنا لاحظتها وحتى من الحديث مع بعض أطراف اتحاد القرى بعيدا عن البجنامج في مشكلة الناس برضو تنظر في نفسها نسبيا أن هي اللي بتدير إذن أنا مش محتاجة أسمع حد لا قصة مش كده خالص مواقف النادي الأهلي وده عن احتاجه في نهاية الحلقة كلها أحمد مواقف تأسيسية مش انفعالية يعني أنا النادي الأهلي ما بتكلمش في حاجة تخص صالح النادي الأهلي حاجة تخدم مصالح النادي الأهلي النادي الأهلي بيتكلم في أمور تأسيسية تخص المسابقة وشكل المسابقة احترافيا لما أسمع هنا للنادي الأهلي ده شيء لا يقلل مني والاستجابة للنادي الأهلي في هذه المطالب هو مش استجابة للنادي بعينه بقدر ما هو استجابة لأمور انضباطية تخص المسابقة كلها عشان كده لما نلاقي أن احنا أحمد وقعنا في فخ واضح جدا زي أن انت بتقول إقاف كهرباء لنهاية الموسم النوعية دي من العقوبات هي أساسا بتنافي كل أنواع العقوبات والقوانين حتى خارج رياضة كرة القدم ما فيش حاجة اسمها عقوبة لنهاية الموسم العقوبة محددة بأجل هتقولي نهاية الموسم هو أجل محدد الكلام ده مش حقيقي العقوبة قد تكون ستة أشهر أو عقوبة لمدة سنة أو عقوبة لعدد من المباريات زي لو بصينا لبعض العقوبات الخاصة من الاتحاد الدولي شفنا الصورة دي هنشوف أن الاتحاد الدولي بيتكلم فيها عن مدد واضحة تخص العقوبات هنا البند ايه بيقول أن الإقاف بيكون لعدد معين من المباريات أو مدة زمنية محددة نهاية الموسم دي جملة فضفاضة جدا ما تقدرش أنت تحكمها ما تقدرش أنت تحددها هل نهاية الموسم أنت عندك مصابقتين اللي هما الدوري والكأس تالتة السوبر والتالتة السوبر إحنا شوفنا السوبر بيتلعب سنة كام هل دي بطولة تخص أنت بتتكلم البطولة دي تخص هذا الموسم هل الموسم ده ولا اللي بعده الكأس أحيانا شوفنا يا أحمد كان بيمتد إزاي وانلاقي نفسنا دخلنا في الموسم الجديد في الدوري ولسه بنلعب مصابقة كأس مصر الأديمة وبدعة الموسم فإنت بتتكلم نهاية لنهاية الموسم إزاي؟ دي عقوبة ظالمة جدا ومكحفة جدا حتى الاتحاد الدولي أو لجانه زي الكأس أو لما بتصدر عقوبات خاصة باللعبين اللي إقافهم بتراعي سلامة اللاعب رغم ارتكابه مخالفة وهي بتوقفه وبتقول إن هي بتوقفه المدة محددة أما فكرة نهاية الموسم هي عقوبة فيها إزعان شديد جدا لحقوق النادي الأهلي وده اللي كان مصاري اعتراض وتعفز من النادي الأهلي شكرا